بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم إن شاء الله حصتنا تنقسم إلى قرآن صورة نوح من الآية 1 إلى الآية 9 صفحة 63-64 ودرس للاستجابة صلاة العيدين صفحة 69 الآن تأخذون معي الصفحة 63 الأهداف تعلمي أحفظ وأرتل مطبقا الغنى في النون والميم المشددتين أتعرف قصة نوح عليه السلام مع قومه أتعلم أن أكون متفائلا اقتداء بسيدنا نوح عليه السلام لعصام صديق دأب على معاشرة رفقاء السوء حاول إقناعه بالابتعاد عنه فلم يوفق ماذا تقترح أو ماذا تقترحين عليه الآن أنا سأقرأ وسعيدون من بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أننذر قومك من قبل أن ياتيهم عذاب نليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أنعبد الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستقشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآن نمر إلى الصفحة 64 أتعرف الحكم التجويدي النون والميم المشددتان تظهر الشدة والغنة بقوة في نون والميم المشددتان سواء كانسا في وسط الكلمة أو في آخرها أنتلا إنا أرسلنا كيف سنلفظها إنا أرسلنا إني لكم إني لكم مسمى مسمى ثم إني إذن نظهر هذه الشدة والغنة معا الآن نمر إلى شرح بعد الكلمات فرارا تباعدا ونفارا عن الإيمان استغشوا أي غطوا رؤوسهم ووجوههم أصروا تشددوا وانهمكوا أنذر قومك أي خوفهم وحذرهم من عذاب الله تعالى يوخركم إلى أجل مسمى أي يمد أعماركم إن أطعتم ربكم أسررت لهم إسرارا أي أخبرتهم عن الله تعالى الآن أبنائي نحددوا مضامين الدرس إلى ماذا دعا نوح عليه السلام قومه دعا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى الآن بما واجه قوم نوح عليه السلام دعوة نبيهم واجه قوم نوح دعوة نبيهم بالاستكبار والإسرار على الضلال من أي شيء أنذر نوح عليه السلام قومه أنذر نوح عليه السلام قومه من عذاب الله سبحانه وتعالى الآن أبنائي نمر إلى شرح ملخص لهذا الجزء إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنَذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابٌ نَذِيمٌ أي إِنَّا بَعَثْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَقُلْنَا لَهُ حَذِّرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَهُمْ عَذَابٌ مُوْجِعٌ قال يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ قال نوح يا قوم إني نذير لكم بيّن الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده وخافوا عقابه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه يغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يوخر لو كنتم تعلمون فإن طعتموني واستجبتم لي يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكم ويمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الله تعالى إن الموت إذا جاء لا يوخر أبدا لو كنتم تعلمون ذلك لو كنتم تعلمون ذلك لسرعتم إلى الإيمان والطاعة قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا قال نوح رب إني دعوت قومي إلى الإيمان بك وطاعتك في الليل والنهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربا وإعراضا عنه وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك ليكون سببا في غفرانك ذنوبهم وضعوا أصابعهم في آذانهم كليلا يسمعوا دعوة الحق وتغطوا بثيابهم كي لا يروني وأقاموا على كفرهم واستكبروا عن قبول الإيمان استكبارا شديدا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال وأسررت بها بصوت خفي في حال آخر إذن أبنائي ما نستفيده من هذا الجزء أرسل الله تعالى نوحا عليه السلام وكلفه بدعوة قومه إلى توحيده عز وجل لكنهم واجهوها بالاستكبار والإسرار على الضلال فلم يئس عليه السلام بل تابع جهوده لهداية قومه لذا فالمؤمن يعقد العزم ويتوكل على الله تعالى لتحقيق أهدافه النبيلة أبناء الأعزاء لديكم تمرين خمسة وتمرين ستة ستقومون به إن شاء الله للحصة المقبلة الآن نمر إلى الدرس الموالي تأخذون معي الصفحة تسعة وستون صلاة العيدين الأهداف تعلمية أتعرف أحكام صلاة العيدين وكيفية أهدائها أتعرف الاختلاف بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين أتعلم قيم الزيارة والتهنئة والتسامح قال أحمد لا فرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين هل توافق أو هل توافقين الرأي؟ لماذا؟ أقرأ وأتأمل عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسقكم وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى شهدت يعني حضرت نسقكم يعني أضحيتكم يغدو يذهب المصلى مكان رحب تقام فيه صلاة العيدين لنحدد المضامين ما العيدان المخصوصان بالصلاة شرعا؟ العيدان المخصوصان بالصلاة شرعا هو عيد الفطر حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطركم من صيامكم عيد الفطر هو الفاتح من شوال الشهر الذي يلي رمضا وعيد الأضحى حين قال رسول صلى الله عليه وسلم يوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم أي من أضحيتكم وهو في العاشر من شهر ذي الحجة عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن الصيام متى يكون عيد الفطر وعيد الأضحى؟ ما هو ما قلناه سابقا؟ عيد الفطر في الفاتح من شوال وعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة فيما تختلف صلاة العيدين عن صلاة الجمعة؟ هناك اختلاف بين صلاة العيد وصلاة الجمعة هذا ما سنراه في ما سيأتي إذن صلاة العيدين شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة وهي سنة مؤكدة واضم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها تؤدى بالمصلى دون أذان أو إقامة وهي عبارة عن ركعتين جهرا تليهما خطبتان وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمطار إلى الزوال إذن وقتها يمتد بعدما ترتفع الشمس ثلاثة الأمطار حتى الزوال كيفية صلاة العيد صلاة العيد ركعتان جهرا ليس فيهما إقامة ولا آداء يكبر فيهما المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى سبعة تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام إذن بعدما كيدر تكبير الإحرام يكبر سبعة تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات دون تكبيرة القيام مع رفع اليدين عند كل تكبيرة وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتين للعيد خطبتين يفصل بينهم الإمام بجلوس وتؤديان بعد الصلاة إذن الخطبتين تأتيان بعد الصلاة على العكس من الجمعة من صلاة الجمعة صلاة الجمعة الخطبتان ثم الصلاة وعلى العكس أيضا من صلاة الجمعة الصلاة الجمعة فيها آدان وفيها إقامة الآن ما هي آداب صلاة العيد؟ من آداب صلاة العيد استحباب الغسل ولبس أجمل الثياب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى قبل ما نخرج لصلاة الفطر نأكل ولكن في الأضحى حتى ندبح الأضحية ونأكل منها الخروج إلى المصلاة ما لم يكن هناك عذر كالمطر والبرد الشديد والمصلق هو مكان رحب يكون عادة في أطراف المدينة ويكون فقط فضاء من دون بناء إذن الخروج إلى المصلاة ما لم يكن هناك عذر كالمطر والبرد الشديد خروج النساء والصبيان حتى الحائض منهم مخالفة الطريق أي الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر الآن نمر إلى الأشياء المستحبة في العيد من الأشياء المستحبة في العيد استحباب التهنئة حيث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلدى التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل منا ومنك ومن بين الأشياء المستحبة في أيام العيد التكبير في أيام العيدين قال الله تعالى واذكر الله في أيام معدودات وذلك في سائر يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى ثم الأيام التي تليه أي 11 و12 و13 أي أيام التشرق إذن في يوم عيد الفطر نكبر في اليوم كله والأكترية خلف الصلوات وأما في عيد الأضحى نكبر في اليوم الأول الذي هو عشر وحتى في الأيام التي تليها الثلاث أيام التي تليها 11 و12 و13 التي تسمى بأيام التشرق نكبر في هذه الأيام كلها ما معنى نكبر؟ نقول الله أكبر أو نقول الصيغة من الصيغة المتعارف عليها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا أبناء الأعزاء ماذا نستفيد من هذا الدرس؟ نستفيد أن صلاة العيدين هي سنة مؤكدة تؤدى بالمصلى ولا يسبقها أذان ولا إقامة وهي عبارة عن ركعتين جهرا تليهما خطبتان أما صلاة الجمعة فهي فرد عين على المقيم فرد عين على كل إنسان مقيم يعني في بلده غير مسافر وتقام بالمسجد يسبقها أذان وخطبتان وإقامة أبناء الأعزاء أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس عندنا تمرينين تمرين أربعة وتمرين خمسة تقومون به إلى الحصة المقبلة بحول الله أستودعكم الله الذي لا تضيعوا أدائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته